فإحنا محتاجين نعرف مزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد فؤاد مدير جهاز الجنباز بين نادي الأهلي يا دكتور محمد صباح الخير طبعا في البداية على حضرتك صباح الخير ياهوان صباح الخير يا كريم خبر جميل وحاجة حلوة نحن نشوف الناشئين عندنا والناشئات بهذا الشكل المحترف وده مبشر جدا كمان لبعد كده خلينا نعرف من حضرتك أكتر يا دكتور طبعا صباح الخير عليكم وشكرا لحضرتك على المداخلة طبعا مبارك لبناتنا اللي حاول إنجاز الكبير وأولاء أمورهم اللي تعبوا وراهم لأن ده نتيجة جهد عمل سنة لكن النتيجة اللي بتقوليها دلوقتي دي هم مشتغلوا عليها بالضبط من سنة جهد شق تنظيم موعيد التزام في التدريب مشاقة الجمع بين المدرسة والمذاكرة والتمرين مشوار طويل جدا 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 ربنا في الآخر الحمد لله بيكلله بالنجاح صحيح وتدفر كل الجهود لولا مستندة ضارة النادي مستندة ضارة النشاط الجهود المبذولة من أولاء الأمور والمدربين صحيح والبنات البنات هم البطلات الحقيقيات للإنجاز الكبير ده لأن الجهد كبير وتعب كتير 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 عشان نوصل إلى النتيجة دي لأن إحنا دايما بنلعب على المركز الأول دايما متعودين في النادي الأهلي إن إحنا مش المشاركة من أجل المشاركة دي يعني طبعا حضراتكم عارفين مش واردة في النادي الأهلي صح البنات بتشتغل بروح النادي الأهلي والجهد الفني بيشتغل كده والحمد لله ربنا بيكرم في الآخر التوفيق من عند ربنا إن النتيجة بتيجي بشتكلتها لكن حوالية صعبة جدا استمرار طول السنة تحت ضغط طب إيه كانت دكتور محمد يعني أصعب المطشاط وخلينا نعرف برضو الكواليس اللي حضرتك كانت بتجمعك باللعبات يعني محتاجة أعرف أكتر الحتة دي أو الجزئية دي هو إحنا عندنا مشكلة بيتواجهنا في المرح أولا طبعا خلي بالك سن 12 سنة ده الناس قد تبدو يعني إن ده سن صغير أولا لا ده دول بقى لهم ست سنين بيلعبوا عندهم خبرات وجمل صعبة وبيعملوا حركات على مستوى عالي يعني مسألة بالنسبة لهم معقدة مش بسيطة فبالتالي الإعداد لها كمان بيكون مش تهل إنك بتعد لأنك هتلعب على حاجة صعبة طبعا فلازم البنات يعدوا نفسيا يعدوا عقليا إزاي يفكروا بفكر البطولة إزاي نفسيا يتحملوا المنافسة وضغط البطولة يتحملوا طول الموسم فكل الوقت ده طول الموسم نتكلم مع البنات ونعمل شحن ونعمل تجارب للبطولة للبطولة كإننا بالضبط بروفات للبطولات إزاي ما بنبتديش بنفس الباور بالقوة في مداية الموسم عشان ما يتعبوش على نهاية الموسم بننظم جهدنا وتدريبنا تصاعدي بحيث نوصل للقمة لأن احنا بنلعب بطولة جمهورية مباراة واحدة فده بيعمل ضغط جامل إن ما عنديش تعويض ما عنديش تأوضت النهاردة ممكن الموسم الجاي عوض ما عنديش وبالتالي ده عايز إعداد نفسي خاص إن البنت توصل في اليوم ده هي رايحة في أعلى مستوى بدني ونفسي ومهاري وعقلي صح صح يعني أنا متأكدة إن زي ما حضرتك كده دكرت في بداية كلامك الموضوع مشوار طويل واستعدادات وكواليس وأبسان داونز وحاجات زي كده كتير جدا في النهاية يعني أصفرت على الحمد لله الميدليات الكتيرة جدا اللي النادي الأهلي حصادها مزيد من التقلق إن شاء الله ربنا يوفقكم مزيد كمان ومزيد دكتور محمد وده اللي احنا متوقعين منكم شكرا جدا شكرا جدا اللي أنا عايز أقوله النقطة دكتور محمد تكلم فيها كريم فعلا إحنا دايما نتكلم عن البطولة في النهاية لكن بيبقى فيه مشوار طويل جدا متيجي مثلا حتى حد بياخد جايزة حد بيتقرم حد بياخد بطولة وبتكلم هنا على كل المستويات مش بس حتى المستويات الرياضية تلاقي فيه مشوار فيه مشوار طويل قوي عشان توصل لهذه النهاية فلا وكانتكلم هنا لو حنتكلم تحديدا على الناشئات عندنا 12 سنة إحنا نسمع 12 سنة 12 سنة ده حد جاد بيبي يعني لأ بس فعلا هم ابتدوا من 6 سنين وهم عندهم 6 سنين فبقالهم 6 سنين بيعابوا فدول ناس يعني آه ناشئات ولكن محترفات فيعني حاجة تفرح بصراحة لما تلاقي عندك ده إحنا دايما بنقول الناشئين والناشئات بتوع النادي الأهلي هو ده المصنع اللي بيخرج بعد كده النجوم اللي بترفع اسم النادي الأهلي بعد كده في كل المحافلة الدولية حتى ومحليا فحاجة بصراحة حلوة حاجة حلوة ومش بس تفرح حاجة تفرح وحاجة تطمن يعني زي ما تبتقولي كده ده هو خط إنتاج لإفراز الكثير من المواهب اللي حينتج عنهم الكثير والكثير من الأبطال والبطلات في رياضات مختلفة كلهم حيكونوا متأسسين مظبوط بأسس النادي الأهلي الأسس اللي بتخلي كل فرق النادي الأهلي في الرياضات المختلفة كلهم عندهم نفس التوجه وكلهم عندهم نفس الأداء وحتى السلوك وكذلك رؤية الدنيا يعني كلهم عندهم اليقيم بتاع أن بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لأي حد لابس تشارة النادي الأهلي المرجز الثاني زي وزي الأخير فما نشغلش بنا كتير يا الأول يا لأ يا لأ آه بالله العظيم فدي طبعا بحد ذاتها بتشكل ضغوطات كبيرة بس هم أدها أدود وزي ما حضرتكم بتتابعوا معنا البرنامج احنا ما فيش حلقة من الحلقات بتخلو من أنباء طيبة وجميلة وواعدة كمان يعني تخص فرق النادي الأهلي المختلف طيب